التحديات يتواجه للمرأة تحديات كبيرة جدا هذه التحديات لها أسبابها التحديات إذا أبدي بالعرف العشائري أو التعادات والتقاليد هذا الطوق الرئيسي الذي يحجم عطاء المرأة إذا كان عن طريقة مستوى العمل والأمور الأخرى هذا جانب الجانب الثاني القوانين والتشريعات اليوم القوانين والتشريعات بها تقادم كبير اليوم العالم يتجه إلى التقنيات الحديثة إلى التحديثات اليوم تحدث ساعتك اليوم تحدث موبايلك تحدث سيارتك ليش هذه القوانين والتشريعات باقية في مكانات راوح اليوم هذه القوانين سواء المادة القانونية يعني بها الأحوال الشخصية قانون العقوبات اللي 188 اللي تقادم كبير جدا صار عليه مفوضة تصير دائما هذه التحديثات العالم اليوم يوصل إلى مستوى عالي من التقدم والرقي والأمور المتغيرة بالبشر فعليه يجب أن تحدث هذه القوانين فالمرأة اللي تتواجهها خاصة مثلا نحن صار لنا دورتين وهذه الدورة الثالثة لقانون مناضة العنف الأسري اللي هو يعني يعطي خلي نقول إذا إذا قانون العقوبات تعدل وتعددت المواضيع الخاصة بالقضايا المرأة أكيد هذا رح يكون فد جانب منير إلى أنه سهولة تشريع هذا القانون فاليوم المرأة بحاجة إلى تحديثات محتاجة إلى قوانين تدعمها تساندها حتى تقدر نحن عندنا مثل يقول من أمن العقاب أساءل أدب عندما لا يوجد عدالة متساوية بين المرأة والرجل عدالة مجتمعية القانون يسود فوق الجميع فأكيد رح يكون هذا إجحاف بحق المرأة ونأسر وقت أيضا إجحاف بحق الرجل لكنه مسؤولية المرأة وإطارها الضيق تكون عليها الإجحاف أكثر